السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم طلابي طلاب الفرقة الاولى اعمال دولية في سيكشن الاقتصاد الكلي معكم محمد حجازي وده تاني دقاء بيننا مع بعض اونلاين وفي السيكشن التاني اللي هنا بدي ندخل فيه في الفصول المطبقية لنا في المنهج بتاعنا خلونا كده مع بعض نشوف السيكشن بتاعنا بيقول ايه نتكلم السيكشن دوت هنتكلم على النظرية الكلاسيكية واللي تضمنت مجموعة من العلماء في الاقتصاد مثل ادم اسميس وديفت ريكاردو وجون ستيوارد دي كلها من دمن النظريات والنظرية الكلاسيكية دي طالبت وهي بالطالب بحياد الدولة في النشاط الاقتصادي معنى كلمة حياد الدولة في النشاط الاقتصادي معناها ايه؟ معناها عدم تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي وديت نظرية كلاسيكية تعالوا مع بعض نستعرضها بشكل تفصيلي اول حاجة خلونا نتكلم مع بعض وهي فروض المدرسة الكلاسيكية الافتراضات اللي قامت عليها المدرسة الكلاسيكية اللي احنا تكلمنا عنها من شوية وقلنا ان في بعض او مجموعة من العلماء قالوا عن المدرسة ديت او وضعوا بعض الافتراضات خلونا نتكلم عن الافتراضات ديت هم خمس افتراضات تعالوا كده نشوفهم مع بعض اول فرد هو الحرية الاقتصادية اتنين الرجد الاقتصادي تلاتة توافق مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع اربعة عدم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي خمسة المنافسة الكاملة في الاسواد دولة الخمس فروض بتوع المدرسة الكلاسيكية او النظرية الكلاسيكية البتنين واحد تعالوا مع بعض كده نتكلم على كل عنصر بالتفصيل اول حاجة كده خلونا نتكلم على الحرية الاقتصادية معناها ان كل فرد حر في اختيار المشروع اللي هو عايزه وبالتالي هنا الحكومة ما بتدخلش ما بتقولش للاشخاص اتدوا اعملوا مشاريع معينة في جزئية معينة او في نشاط معين وبالتالي هنا ده المقصود بالحرية الاقتصادية ان كل فرد حر في اختيار الحرفة او المشروع الذي يستسمر في امواله دون تدخل الحكومة بشرط اليضر الاخرين مش معنى ان انت هتبقى عندك حري في اختيار المشروع ان انت تعمل مشروع يضر بالاخرين زي مثلا مشروع بيدر بالبيئة مشروع يعمل مثلا مخلفات مثلا تضر النيل وتضر المياه المتاع المواطنين ده هنا مفيش حرية لا الحرية هنا اللي احنا نقصد بها ان انت تكون تستسمر اموالك في النشاط اللي انت بتحبه سواء كان نشاط خدمي او نشاط انتاجي او نشاط اخر انت تفضر تاني افتراض من ضمن الافتراضات الخاصة بالمدرسة او النظرية الكلاسيكية هو الرجل الاقتصادي الرجل الاقتصادي معناه ايه ان الفرد فيه بيسعى لتحقيق اقصى فائدة ممكنة وانه بيتصرف بحكمة من اجل تحقيق مصالحه وبتفترض او بيفترض الفرضية دي بتقوم على اساس ان الانسان بطبيعته عنده رشد وبالتالي هو عارف هو بيعمل ايه وعارف هو بتصرف ازاي الفرضية التالتة هو توفق مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع وهو بتقوم على اساس ان الفرض لما بييجي بيسعى عشان يحقق المصلحة بتاعته المصلحة الخاصة بتاعته فهو بيحقق المصلحة العامة بالتبعية وبالتالي هنا بنشوف بعض رجال الاعمال اللي هم بييجوا يعملوا مشاريع استثمارية في اي دولة هو بيعمل المشروع عشان خاطر يحقق المصلحة الخاصة ليه ان هو يربح وبالتالي بيشغل عمالة معاه وبالتالي بيفيد المجتمع بمنتجات او خدمات وبالتالي هنا هو بيسعى لتحقيق مصلحة الخاصة وده بيحقق معاه المصلحة العامة وده من ضمن الافتراضات اللي قامت عليها النظري طيب نيجي ليه الفرضية الرابعة وهو عتم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي وده يتمبدأ كان قايم عليها الفكر او الفكر الكليسيكي او النظرية الكليسيكية عموما ان الدولة او الحكومة ما تدخلش في النشاط الاقتصادي ليه؟ لان هو بيقول ان اصحاب الفكر ده بيقول ان في الدولة لها مهام اخرى زي خدمات الدفاع زي الامن زي مثلا القضاء والعدالة والحاجات دي كلها وان الابتقار والاختراع ده صاحبه الثورة الصناعية الاولى وقام على جهود الافراد وبالتالي التدخل الحكومي في ايام الثورة الصناعية ما كانش له اثر وبالتالي هنا التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي اصحاب الفكر الكليسيكي بيقولوا ان هم الافضل ان الحكومة تفضل بعدم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي الاخر جزئية خالص في الافتراضات اللي قامت عليها هي توفر شروط المنافسة الكاملة في الاسواق ايه هي المنافسة الكاملة في الاسواق المنافسة الكاملة في الاسواق ان وجود عدد كبير من البائعين والمشترين ما يكونش فيه احتقار لسلع معينة نتيجة عدد وجود عدد كبير وفيه تجينس في السلع وفيه حرية الدخول والخروج من الصناعة وفيه توظف كامل لعناصر الانتاج توظف كامل معنى ايه زي ما شرحنا في سيكشن اللي فات قلنا ان التوظف الكامل هنا مقصود بيه هو استغلال العناصر الانتاج استغلال كامل وبالتالي هنا توفر شروط المنافسة الكاملة في الاسواق ديت من ضمن الافتراضات اللي قامت عليها المدرسة الكلاسيكية او النظرية الكلاسيكية الاتنين زي ما اتكلمنا عنه منهم واحد طيب دي الافتراضات خلونا بقى نتكلم على مبادئ النظرية الكلاسيكية عبارة عن ايه اول مبدأ عندي هو قانون سي للاسواق وهنتكلم على شيء بالشكل تفصيلي بس خلونا نقول المبادئ كلها بشكل عام ونبتدي نتكلم ونعرفك ازاي نقصد ايه بقانون سي نقصد ايه بالحاجات دي كلها طيب تاني من ضمن تاني المبادئ الخاصة اللي هو التوازن كلي والتوازن جزئي رقم ثلاثة التوازف الكامل رقم اربعة جور العمال خمسة نظرية الريع ستة نظرية سعر الفايدة وتعادل الادخار والاستثمار سبعة ادارة النشاط الاقتصادي اللي هو جهاز اللي هو الثمن ونظرية السكان ونظرية التجارة الدولية دي كلها مبادئ اللي قامت عليها المدرسة الكلاسيكية وتقسيم العمل كمي طيب خلونا بقى كده نشوف اول حاجة خالص من ضمن المبادئ هو قانون سي للأسواق بيقوم ايه او بيقوم على اساس ايه قانون سي للأسواق بيقوم على اساس ان العرض بيخلق الطلب بمعنى ايه بمعنى ان لو في سلعة بيتم انتاجها بشكل مقدار معين السلعة دي هتخلق طلب مساوي لها وبالتالي هنا قامت المدرسة الكلاسيكية بتقوم ان ليس هناك انتاج اي توازن بين العرض والطلب طب مفيش توازن اصلا بين العرض والطلب على المستوى الكلي ان هو من يريد سلعة فعليه انتاج سلعة اخرى مبادلة بها وبالتالي هنا ده كانت فكرة قانون سي للأسواق طيب تاني حاجة عندي هو التوازن الجزئي والكلي وهنا استبعد الخلاسك وجود اختلال في التوازن الكلي ورجحه امكانية حدوث اختلال في التوازن الجزئي وسرعان ما يتم معالجته وده بالنسبة للجزئية الخاصة بالتوازن الجزئي والكلي في فرق جبيل بين التوازن الجزئي كلمة التوازن دي عبارة عن ايه عبارة عن ان فيه طلب وفيه عرض وبالتالي فيه كمية الطلب وكمية العرض مساوية لبعض ونجد نكلم على التوازن الجزئي والكلي زي ما كلمنا على الطلب والعرض بشكل عام ده توازن ده بنقول عليه التوازن الجزئي الحرمان من الاستهلاك الحالي للتمتع بالنقود في المستبر وبالتالي هنا احد الاشياء المهمة جدا في ان سعر الفايدة بيؤثر تأثير كبير جدا على العلاقة بين العرض والطلب والعلاقة بين الادخار والاستثمار كل ما زاد سعر الفايدة كل ما كان عليه قدرة على الاحتفاظ والادخار بنقود وكل ما قال كل ده ما كان شجع على الاستثمار وخلى الناس ان هي تاخد الفلوس بدل ما هي هتروح تحطها وتاخد سعر الفايدة لا ده هي تستثمرها في مشاريع عشان تاخد عليها عوائد اعلى طيب رقم اربعة اجور العمال بيرى اصحاب النظرية الكلاسيكية ان مرونة الاجور النقدية ديت وان هو لو خفضنا الاجور هنعمل ايه هيحصل ايه هيحصل تخفيض للتكاليف على اساس ان الاجور ديت جزء من زيادة التكاليف وبالتالي الاسعار هتبتدي يتقل اه وبالتالي توظيف العاطلين وبالتالي هناما بيحاولوا يعالقوا البطالة بشكل اه استثناء شوية عن طريق ان انا بقلل الاجور الخاصة بالعمال ولم اقللها فده هيقلل بالتبعية التكاليف وهيقلل الاسعار وبالتالي ده هي ايه هيخلي فيه اه اه قدرة كبيرة على توظيف العاملين طيب الجزء اللي بعد كده بنتكلم على نظرية السكان ونظرية السكان هنا بيقول ان ان سكان بيتزايدوا بمعدهات اكتر من تزايد انتاج الغزاء وده بيؤدي الى ايه بيؤدي الى الفناء او الموت يعني احنا بنشوف حاليا تعداد السكان وبنشوف الصين حاليا من ضمن المشاكل اللي اه سابت اثر كبير جدا اه وفيروس كورونا والفيروسات اللي عمالها تطلع لنا اه من كل اتجاه في الصين بسبب ايه بسبب تزايد عدد السكان هناك بيأكلوا اه كل الحيوانات تقريبا اه وده بيؤدي الى ايه بيؤدي الى مشاكل كبيرة جدا وبتالي انت زايد السكان بمعدلات زيادة عن اللازم ده بيؤدي الى ايه بيؤدي الى اه الفناء او الموت وبتالي ليه لان نظرية السكان اه دي من ضمن المبادئ قالوا ان لما السكان لما بتزيد مع معدلات اه اكتر من معدلات انتاج الغزاء اه ده اه اه خطر جدا على على السكان او على الناس بشكل عام طيب ادارة النشاط الاقتصادي اللي هو جهاز السمن بيرى الكلاسيك ان هناك يد خفية تدير النشاط الاقتصادي وهي جهاز السمن او قوة العرض والطلب وهي بتكون قادرة على توجيه النشاط الانتاجي وتحقيق التوازن في السوق والدولة والتوظف الكامل وزي ما اشكلمنا عنه ان عناصر الانتاج الاخرى مستخدمة استخدام كامل وما فيش بطالة اجبارية في المجتمع لكن قد توجد بطالة اختيارية او احتكاكية او موسمية وده اتكلمنا عليه في السكشن اللي فات وعرفنا الفرق بين البطالة الاختيارية والاحتكاكية والموسمية وان التوظف الكامل بشكل عام هو استغلال عناصر الانتاج بشكل كامل وما يكونش فيه عناصر معطلة وبالتالي هنا مش هيكونش فيه بطالة اجبارية نتيجة ايه نتيجة ان فيه مصانع فيه انتاج فيه شغل بيتم وبالتالي هنا كل العمال او كل الناس اللي هي طلبة وظيفة حيروحوا يشوفوا الوظيفة بتاعتهم وهيشتغلوا والبطالة الاختيارية اللي هي المقنعة والاحتكاكية والموسمية دي ممكن تكون موجودة في مبدأ التوظف الكامل اخر حاجة عندي وهي نظرية الريع في الشريحة ديت يعني بنقول نظرية الريع هنا الريع عبارة عن ايه هو مقابل استعمال الارض يعني مسلا انما يكون الفلاح عنده ارض زراعية بيزرعها والارض الزراعية ديت بتجيب له مقابل مادي فده بنسميه الريع الريع بقى بشكل عام او نظرية الريع الكلاسيك بيشايفين في ايه بيقولوا على ان الاجر اللي بيدفع للمالك مقابل استعمال الارض يختلف باختلاف درجة خصوبة الارض وموقعها وده دايما بتلاقيه في عرف الناس الفلاحين لما ييجي مثلا يأجر ارض يزرعها او ييجي يبيع ارض او كده موقعها موقع الارض ودرجة الخصوبة بتختلف من مكان لمكان وبالتالي هنا ان الاجر اللي بيدفعه للمالك بيختلف باختلاف درجة خصوبة الارض وموقعها طيب نيجي نشوف النظرية التجارة الدولية من ضمن برضو مبادئ وهي بتقوم على اساس ان الدولة التي تمتع بنخفاض تكلفة الانتاج في سلع معينة تستهلك جزء منها وتصدر الفائد وده اللي بيحصل في الصين او في امريكا او في الدول المتقدمة ان هم بيستهلكوا سلع معينة وبيستهلكوا جزء منها وبيصدروا الفائد عنها عشان كده دايما بتلاقي الاقتصاديات بتاعت الدول دي المتقدمة والاقتصاد بتاعهم دايما في تقدم ونمو طيب نيجي نشوف الجزء المبدأ اللي بعد كده اللي هو تقسيم العمل تقسيم العمل هنا بين افراد المجتمع بيترتب عليه زيادة الانتاج وزيادة المهارة في تقسيم العمل يعني ايه يعني كل عامل او كل شخص يكون له وظيفة خاصة به جزئية مهمة بيقوم عليها وبالتالي ده بنسميه تقسيم العمل وده بيساعد على زيادة الانتاج وزيادة المهارة زي ما بتشوف في الطب زي ما بتشوف في الهندسة زي ما بتشوف في اي تخصص بتلاقي في تخصصات جوه كل مثلا مهندس عمارة غير مهندس مثلا ميكانيكا غير مهندس مثلا انشاءات او يبقى اذا كل تخصص لمعارفة خاصة بيها وبالتالي تقسيم العمل هنا من ضمن المبادئ اللي وضعتها المدرسة الكلاسيكية طيب جي بقى هنا نظرية اخرى نسمها النظرية الكنزية طبعا مشاكل اللي حصلت من المدرسة الكلاسيكية قدت الى وجود كساد كبير جدا وبالتالي جي بعدها العالم كنز صاحب النظرية الكنزية وسميت على اسمه واللي هو بتطالب بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية هو من اول من نادى بتدخل الدولة في الحالة الاقتصادية وده هاخدوا بالكم عكس اه اللي قالوا في المدرسة اه الكلاسيكية اللي هو عدى بتدخل الدولة طيب ايه اللي خلى نظرية كنز يقوم بيها سبب انطلاق النظرية الكنزية هي ازمة الكساد الكبير واللي كانت بمثابة نقطة تحول وعادة النظر في النظر الكلاسيكية لما حصل كساد كبير اه وناس ما عادتش مجبلة والكساد دوت اه حصل في العالم كله وبالتالي بسبب ايه بسبب افكار المدرسة او الكلاسيكية او النظرية الكلاسيكية اه ادى الى ان كنز يفكر في حلول اخرى ويشوف الانتقادات اللي تم توجيهها للمدرسة الكلاسيكية طيب فروض النظرية الكنزية بقى ايه اللي بتقوم بتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية تدخل الدولة هنا نصد بتدخل الحكومة يعني طيب اول افتراض رفض اكينز فرض الكلاسيك اللي هو فرض اللي قام به النظرية الكلاسيكية ان التوظف الكامل لعناصر الانتاج واقرب ان هناك حالة من التوظف الغير الكامل نتيجة تغيرات كمية عناصر الانتاج المستخدمة لو تفتكر معايا قلنا ان المدرسة الكلاسيكية قالت ان في توظف كامل من دمن الافتراضات بتاعتها لعناصر الانتاج وقلنا التوظف الكامل ده هو استغلال الموارد او الاستغلال العناصر الانتاج استغلالا كاملا وجه اه 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 استغلال اه اه كامل لعناصر الانتاج اه اه في اه المجتمع تاني فرض من دمن فروض النظرية الكنزية هو تدخل الدولة لتنظيم ومراكبة الاستثمار عن طريق السياسات الاقتصادية لتحقيق صالح المجتمع ككل وده الفرض ده بيوجه بشكل عام او اللي قائم بشكل عام نظرية الكنز اه ده التوجه العام بتاعه ان الدولة اه ليها تدخل في الحياة الاقتصادية وبالتالي هنا بتنظم وبترائب الاستثمار وده عن طريق السياسات الاقتصادية وعشان خاطر تحقق المصلحة الايه الاقتصادية للمجتمع ككل وده عكس المبدأ بتاع الحرية الاقتصادية اللي احنا كلمنا عليه في المدرسة الكلاسيكية اللي كانت بتقوم على فكرة ان كل اه انسان حر يعمل النشاط اللي هو عايزه ويستثم الفروضه زي ما هو عايز طالما ما بيدرش في المجتمع فهنا كنز وجه انتقاد وقال لأ كلام دوت ما ينفعشي لازم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية طيب برضو من ضمن الفروض النظرية الكنزية ان اسباب البطارة في المجتمع هم رجال الاعمال وان رجال الاعمال مش زي ما قالوا الكلاسيك هم سبب البطارة ومطالباتهم برفع العجور ودي من ضمن المشاكل اللي قدمها الكلاسيك ان اسباب البطارة في المجتمع هم رجال الاعمال وعدم كفاية الاستثمارات وليس كما قال الكلاسيك ان سبب البطارة لعمال ومطالباتهم برفع العجور دي من ضمن الانتقادات اللي ايه وجهها ان مفيش استثمارات كافية مفيش فرص عمل بتقابلها نتيجة عدم موجود مصانع عدم موجود انتاج عدم موجود استثمارات من قبل رجال الاعمال الاستهلاك وليس الادخار هو اللي بيؤدي لتشجيع الاستثمار حيث يؤدي لفتح اسواق جديدة وقيام الاستثمارات جديدة ده من ضمن من ضمن فروض النظرية الكنزية ان انت لما بتيجي تعمل في المجتمع استهلاك هو بيؤدي الى تشجيع الاستثمار والادخار ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ان انت لما تيجي تحوش جزئية من المصروف بتاعك مثلا على جنب ده بنسميه ادخار انما لو بتصرف المصروف بتاعك كله كامل ده بنسميه استهلاك وبالتالي هنا كل ما تستهلك اكتر في طبقا للنظرية الكنزية كل ما تشجع المستثمرين ان هما يخشوا ويعملوا استثمارات جديدة وبالتالي لما تتدخر الفلوس بتاعتك وما تصرفهاش وتحطها على جنب ده مش هيؤدي الى تشجيع الاستثمار وبالتالي دي كان فكر او فروض النظرية الكنزية طيب من ده من الفروض برضو هو ضرور توفر شروط المنافسة الكاملة وديها جزئية اتفق فيها النظرية الكنزية مع النظرية الكلاسيكية او المدرسة الكلاسيكية اللي قالوا انه لازم يكون فيه توفر شروط المنافسة الكاملة وكلمنا عنها بشكل تفصيلي في الشرائح اللي قبل كده طيب مبادئ النظرية الكنزية باقي ايه هي المبادئ اللي قامت عليها النظرية الكنزية اول حاجة واحد هو العرض الكلي والطلب الكلي ايه بقى مال والعرض الكلي والطلب الكلي بيقولوا هنا ان بيتحقق التوازن بين العرض الكلي والطلب الكلي عند تعادل كمية النقود اللي بيرغب المشترؤون الناس اللي هي عايزة تشتري في انفقها على السلع والخدمات اللي بيعرضها الباقيعون وبالتالي هنا ان العرض الكلي اللي هو كمية اللي المجتمع بكافة اطيافه تقدر ان هي تعرض السلع والخدمات فيها وتقدر ان هي ترضع للبيع والطلب الكلي هو كافة المشترون او كافة المجتمع كله اللي قادر ان هو يشتري سلع وخدمات وبالتالي ده بيتحقق التوازن بينهم عندما تعادل كمية النقود السياسة المالية ما لها السياسة المالية اهم كنز بان السياسة المالية يجب ان تكون حيادية ويجب استخدامها في الاغراض الاقتصادية زي التخلص من البطالة والسياسة المالية هنا كلمنا هنا بشكل تفصيلي ان هي مجموعة الادوات والاجراءات اللي تستخدمها الدولة زي فرض الدرايب زي فرض مثلا انفاق العام هنعمل ايه هنصرف فلوسنا ازاي هنجيب مواردنا منين الاراضات والانفاقات دي كلها من ضمن الحاجات اللي لازم الدولة تتدخل وتكون حيادية في التخلص وتواجه فيها التخلص من البطالة عن طريق السياسة اللي هي السياسة المالية. السياسة التجارية بقى بيرى كينز ان زيادة الصادرات يعتبر غير مناسب لانها بتنقل مشكلة البطالة من دولة الى دولة اخرى اعادة توزيع الدخل القومي طلب كينز استخدام الضريبة كاداة توزيع الدخل وتحقيق العدالة وذلك من خلال الدرائب على الدخل ودي هنا من ضمن النقطة المهمة جدا ان كينز بيقول ان في اعادة توزيع الدخل القومي وان انا ازاي اعمل له اعادة توزيع الدخل القومي دوت عن طريق ايه؟ عن طريق استخدام الضريبة ان هو فرض الضريبة. الضريبة دي جزء اجباري على المواطنين بتلاقي مثلا وانت رايح مثلا تشحن رصيد خاص بيك بتلاقي فيه ضريبة اسمها ضريبة الكيمة المضافة دي حاجة اجبارية كل المواطنين بيدفعوها. الضريبة دي بتاخدها الدولة وبتحاول ان هي تعمل لها اعادة توزيع وتديها للأسر الفقيرة او للفقراء والمساكين اللي موجودين عشان خاطر بتدي تعمل لهم اعادة توزيع للدخل عشان يبقى في توازن بين الفقراء والاغنياء في المجتمع. المبدأ اللي بعد كده المبدأ رقم خمسة هو سوق العمل وعارض كنز تصور الكلاسيك في رأيهم في البطالة على ان العمال قد يطلبون اجور ضعيفة وذلك بوجود النقابات العمالية وهنا كنز بيطرح الفكر بتاعه بشكل كبير جدا وبيقول ان البطالة وان العمال بيطلبون اجور ضعيفة وده مش ممكن يحصل في ظل وجود النقابات العمالية زي نقابة الأطباء نقابة المهندسين النقابات ديت هي نقابات معمولة بتجمع العمال او بتجمع الفئات المختلفة وكل فئة زي المهندسين زي الأطباء زي المحاميين بيدفعوا عن الحقوق العمال وبالتالي هنا دي من ضمن الاعتراضات اللي قام عليها كنز للمدرسة الكلاسيكية الاستثمار واعتبر كنز ان المحدد الاول لحجم الاستثمار هو الكفاية الحدية لرأس المال والمحدد الثاني هو سعر الفايدة وكلمنا بشكل كبير جدا وبشكل تفصيلي عن سعر الفايدة وقلنا ان هو بيلعب دور مهم جدا في عملية الاستثمار كل ما زاد سعر الفايدة كل ما قابتني مشكلة في ان الافراد حيفضلوا ان هم يحطوا الفلوس بتاعتهم ويحصلوا على سعر الفايدة العالي وكل ما قال كل ما كان افضل للمجتمع وبالتالي ده بيشجع على عملية الاستثمار وعمل مشاريع جديدة ده بكده السكشن بتاعنا بيكون انتهى واحب افكركم ان انتو لو حبيتوا تسيبوا اي استفسارات خاصة بالدرس بتاعنا او بالسكشن بتاعنا سيبها على الموقع الالكتروني الخاص بالمعهد او بصفحة الالكترونية الخاصة بالمعهد العالي الحاسبات والمعلومات وتكنولوجيا الادارة بتانتا كان معكم محمد حجازي وستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته